السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الفضيل انا حبيت اسأل سؤال اوصت انه انت وانتحكي عن اهل السنة وان الخدعة لا جدال ان اهل الخدعة يعني هلوديون يعني فيلم وصص وحكايات ومسخرة على الشيء يعني انا ضعي دراسي طويلي لقيت هذا الشيء بس المشكلة هون عندي السنة والشيء انه فيه شغلي معين انه مالتفت العلاق وهي انه وصت انه الدولي الدولي الاسلامية انا بحث طويل انا بتتثبيت لي انه ذكراني غلط بلاقي انه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهو ما ما بنى دولي ولا كانت وظيفته ابن دولي اصلا وفيش كلمة بالقرآن تدل على انه الرسول بعث انه هو ابن دولي الدولي بحاجة لموارد مال ومكانش فيه موارد مال الصدقة هي صدقة بالحروبات الغنائم تفرق اللي اشتركوا فهون لم يكن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن وظيفته بناء دوله جاء ليبني النفوس لم يجي ليبني الانساني ولا اي رسول ولا اي نبي انه مش بس النابي محمد كل الانبياء طلع على تاريخهم ولم يكنوا ملوكا ولم يبنوا دول ولم يبنوا امبراطوريات فعش الله تجاه بعد وفاة الرسول يعني وهنا المشكلة انه الاسلام وقع بهذا الشي واللي حكم بعد الرسول خلب الاسلام رأسا على عقب وبصراحة يعني انا لقيت انه الامام عليه عليه السلام هو في فترة حكمه وهو الوحيد اللي ايجا وهدم هاي الدولة بطريقته وسياسته ياريتش تقولي رأيك هذا الشي انا مشان مصدقيتك حاب اسمع رأيك انتي مش رأي غيرك نشكر الاخ على هذه المشاركة شيخنا بقية لدينا من برنامج ثلاث دقائق ثلاث دقائق نجيب على هذا الطرح اللي يحتاج الى جواب طويل وعريض هذا صعب جدا عموما مع تقديرنا للاخ الكريم الا ان هذا الطرح نراه طرحا غير علميا ويخالف الفهم الحصيث نعم ان نبينا صلى الله عليه وآله لذي لم يكن غرضه في المقام الاول تأسيس دولة خاصة اذا ما فهمنا الدولة كما نفهمها في الاصطلاح الحديث او بالمفهوم الحديث ولكن النبي صلى الله عليه وآله بالفعل قد اقام دولة اصلا عليكم ان تنتبهوا اولا الى انه كلمة الدولة التي يُعنى بها هذه الحكومة والامرة والسلطنة هذا اصطلاح حديث يعني ليست كلمة الدولة في لغة العرب في زمان النبي صلى الله عليه وآله يقصد بها الدولة بهذا المعنى الذي في زماننا نحن لانهم كانوا يستخدمون عبارات اخرى من قبيل الامارة من قبيل السلطان لا السلطنة فقط الكلمة السلطان من يكون ذا سلطان يعني ذا دولة ذا حكومة عند الامر والنهي الولاية على الناس ولذا تلاحظون ان امير المؤمنين عليه السلام ما بعد السقيفة لما ذهب مع الزهراء عليها السلام والحسن الحسين عليهم السلام الى بيوت المهاجرين والانصار يطلب منهم النصرة قالوا له يعني لماذا تأخرت كنت تسبق يعني ابا بكر في ذلك فقال لهم ما مضمون تدعوني ان اترك النبي صلى الله عليه وآله جنازة بين ايدينا واخرج انازع في سلطانه انازع في سلطانه يعني ماذا يعني النبي كان ذو سلطان له سلطان يعني له حكومة فيقول امير الموني عليه السلام من تريدون ان نذهب لكي ينازع في هذا السلطان في هذه الحكومة فاذا لا يمكن دفع ان النبي صلى الله عليه وآله تأريخيا واقعيا قد اسس سلطانا وكان يولي اناسا يعني ينصبهم حكاما على القبائل على الامصار من كان يسلم من القبائل كان يقول خلاص انا اجعل لك سلطانك اجعلك اميرا على قومك مثلا واحيانا يعزل ويولي وهكذا هذا طبيعي جدا وهذه الدولة ما هو مفهوم الدولة اذا نعم ليست الدولة بالمفهوم الحديث الذي نتكلم عنه وانما الدولة في المفهوم القديم اي السلطان الامرة الحكومة ما شئت فعبر ولا مشاحة في الاصطلاح فنفي ذلك كلية وجعل النبي صلى الله عليه وآله انه لم يكن هدفه اصلا تأسيس دولة وكأن الامر وقع اتفاقا او اضطرارا هذا كلام غير علمي حقيقة وغير واقعي اصلا واعجب منه القول بان علي عليه السلام جاء لكي يهدم هذه الدولة هذا كلام اعجب بل على العكس علي عليه السلام جاء لإعادة دولة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله لكن المنافقين واهل الزيغ والضلالة ما ارادوا له ان يتم مشروعه فوقفوا ضده وحاربوه في تلك الحروب الاهلية المعروفة وطبعا الجواب على هذا يحتاج إلى تفصيل وانا يعني اربأ بالاخ الكريم ان ينساق الى مثل هذه الطروحات التي يطرحها من يسمون انفسهم اليوم بالحداثويين وما ادري شيخنا هذا قبل اربع تيام ايات جمال الدين ايات جمال الدين ايات جمال الدين نصا 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 هذا الكلام يطرحها هؤلاء الذين يريدون التحلل من مسألة ان يكون للدين سلطنة على الناس يعني ان تكون هناك ان يكون هناك احترام حكومي للمبادئ الدينية يريدون جعل يعني الدول هكذا تعيش من غير ضابط ديني فيقع هناك انفلات كامل في المعايير لا اتعس من العلمانية ياريت حتى العلمانية المهذبة والمعتدلة اتعس منها يصير لان العلمانية ترى بالمناسبة في بعض صورها واوجوهها يمكن ان تتوافق مع الاحترام الحكم الديني يعني يمكن لها ذلك باعتبار انه يعني مراعاة طبيعة المجتمع والشعب وما الى هنالك لا هؤلاء يطرحون امرا عكس يعني اسوأ من ذلك العلمانية المتطرفة انجاز التعبير ويطرحونها مع الاسف كما يقول الاخ ابو حسن انه يطرحونها حتى تحت العمامة الشيعية يعني فتخيل الى اين وصلنا وطبعا هذا كله ردة فعل على نموذج الحكم السيء باسم الدين في ايران نحن لسنا مع حكم يدعي انه حكم الله نحن مع حكم يدعي انه حكم الاجتهاد ودولة تحت مسمى او تحت نظرية دولة الاكارم اذا شاء الاخ الكريم يمكن له ان يرجع الى محاضراتنا في هذا الشأن تحت عنوان دولة الاكار